السلام عليكم ورحمة الله ازاي اكمل يا رب تكنوا بخير هنعمل النهاردة حاجة للعاشة كده سهلة ولزيزة وظريفة وكونات في كل بيت حاجة يعني غير تقليدية كده وحاجة هتعجب الولاد جدا واتعجب الكبار هنا عندي اي لحوم عندي لانشون فراخ وعندي زاتون وعندي سلامي وبسترمة وجبنة متزرلة بس كده وعيش طبعا اي لحوم موجودة في البيت او حتى جبان بس يعني ممكن جبنات بس وزاتون مش لازم لحوم خالص لو عندنا ممكن نشكل كده اي حاجة للولاد هنا عندي تلات رغيفة هنعمل كل رغيف بحشوة مختلفة اول حاجة حطيت في بسترمة اقطع البسترمة كده بشكل عشوائي طبعا زي ما قلتلكم لو مش موجود لحوم مش لازم خالص عادي جدا ممكن نعمله باي جبنات بس بيبقى طعمه حلو جدا وهنا بعد ما قطعت البسترمة حطيت زاتون اغدر ممكن نزود فلفل الوان ممكن نزود طماطم ممكن نزود مشروم هنا هحط جبنة متزرلة وهكطر كده شوية عشان هي اللي هتربط لنا الكلام ده كله مع بعض وطبعا بتدي مطة وبتدي طعم واكتر حاجة بتاع تجيب الولاد في الموضوع كله يعني فلازم نتوصل بيها شوية كده انا دخلتها جوة شوية بس عشان وانا بسويه ما تطلعش بره وتتحرق تاني واحد هقطع السلامية وعندي فروزن كده كنت حطها في الفريزر فحاول اقطعه كده برضو بشكل عشوية يقطع كمية منه وبعدين هحط برضو في زاتون وبرضو هحط جبنة متزرلة عليه ممكن لو في جبنة رومي برضو نقطعها كده قطع على على الحشوة هتبقى حلوة جدا وتدي طعم وهنا التالت بقى هعملو بلانش المفراغ ده نقطعه بشكل عشوائي خالص كده ونوزعه برضو في الرغيف بدل ما نعمل ساندويتشات عادية او نعمل ساندويتش لانشون كده بزاتون ولا لانشون سايدة نعمل في الحركة دي كده تغيير وحلوة جدا وهيعجب الولاد حطيت برضو في جبنة متزرلة كده ونزبط كده الجبنة ونخليها بس دخلة شوية على الحروف علشان ما تتحرقش مننا بتوصى بقى هدهنة سامنة وزبدة وبعدين هنزل بقى الرغيف معايا واحاول احرقه كده بحيث ان السامنة يتغلفه كله كده من تحت عشان يتحمر كله ويبقى لون واحد وكمان هدهن الوش بالسامنة عشان لما قلبه واما حاجة نزبط النار نخليها متوسطة ونغطيها بقى بقى اي غطاء او بقى اي صانية علشان البخار ده هو اللي هيسيحلي الجبنة من جوا ويسوي العيش كده يحمصه بصو شكله هنا تحفة وكان بدأ يتحمص كده وشكله حلو قوي مش نار عالية قوي النار متوسطة ومش وطية برضو نار متوسطة كده وبصو بيتلع بقى شكله عامل ازاي تحفة كأنه حواوشي كأنه فطير كأنه كريب محمار كده وبصو بقى والجبنة مش قادر بصفلكو بقى هنا الريحة كتعملة ازاي والشكل رهيبة بجد ان شاء الله تجربوها هيجبكو جد كنوع من التغير طبعا وبيعجب الولاد وبيعجبنا احنا شخصيا الجبنة المدرقلة هتتحط في اي حاجة بتغير الطعم تماما وبصو بقى هنا كمان النوع ده عليه مطة رهيبة وطعمه حلو جدا ده الرغيفي التاني بصو الجد حلو جدا بس كده ده كان الوصفة النهر ده هتمنى تجربوه على العشاء او على فتار او كاسناك كده في وسط اليوم ان شاء الله يعجبكو ويا رب يكون الفيديو عجبكو لا وعجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب تشتركوا في القناة لو اول مرة تشفوني واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة